نفسك وعايز اخد فرصة عشان اقدر بعد ما تعبته منتخب الشباب اللي كان مع ميستر سكوب وكابتن هاني رامزي حريك اللي كنت عملته او كونته عايز اخد من النقطة دي وازاي تم تبليغك واختيار ميستر سكوب والكلام ده عايز النقطة دي مهمة بالنسبة لك هو طبعا يعني هي زي ما انت قلت الحياة فرصة الفرصة دي ما اجتيتش من ساعة ما اعتزلت يعني كان كل مدرب مثلا كل لعب دولي او او بيبطل في نادي ممكن نادي يكلفه لك انت روح مدرب الاجنابي الفريق الاول روح مدرب الكبير الفريق الاول وكل مدير الفني بياخد واحد معه لما بيعتزل ما جديش الفرصة دي خالص يعني اعتمدت على صم نفسي ما جات لكش الفرصة دي في النادي الاهلي مصر ولا في اي نادي جات لي بقى فتانطة بعد كده وبعدين لفيت بقى رحت من ابرو ورحت الاسوان ورحت المريخ البورسعيدي ورحت ضميات ورحت الاسمانت السويس ورحت المعادن واخد باركة ورحت المنهون ده اللي ده حريق الخبرة الكبيرة في التدريب خلي بالا شوف بقيت اعتمد على صم نفسي في بلاد كنت بسفرها يوميا عشان مطلوبش يحمل حد ان انا ياخدني معاك لكن هو انا كنت حاسس ان ربنا ينصفني فيهم الايام بس قلت يا رب ديني فرصة عشان يعرفوا ان فيهم دربين كتير زي ربيع عسين كويسين وقعدين في البيوت مش لقين الفرصة رغم ان ربيع عسين ده منتخب مصر النادي الاهلي كاسعالم بطولة افريقيا لعبت افريقيا مع منتخبات مصر وخبرة يعني غير طبيعية ولكن ما خدش الفرصة غير متأخر برضا كبت ربيع ما هو كل واحد وقدره سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت طب انا اعطب من الفرصة انا روح اقول لحد الشغالي مستحيلة فانا صبرتها كريم وفي نفس الوقت بقيت اشتغل وروحت او اللي عاوز يسعى بكل ما حياته كل نادي روحت اشتغلت فيه ربنا واحده اللي يعلم انا مسكت المعادن بثلاثة تعريفة كنت قصعد دوري ممتاز كانوا قسم تاني لسه ممتاز به انا زراحت التركز والالتزام والالتزام والصر وبداية الطموح للصعود دوري ممتاز والسنة اللي سمتهم صعدوا بعدها على طول والسنة اللي حسن بالفجنية و2003 و2005 كانوا بقيتنا ست دقائق مع الشمس ونسعد وفي ست دقائق اتغلبت كنت محتاجة تعادل بس وخص عليك ايضا منهور وخص عليك ايضا منهور وخص عليك ايضا سموحا السلمان تسفرج عامل انا جهزت ونظمت واخوى حاجات دي كلها انا عاوز اقولك انا رحت عندها واشتغلت فيها وثبتت وجوتي بس انا محبش اتكلمك لكن هو ثبت وجود مش بتاعشوء اعلامي لا لا انا محبش وحضرتك عارف كويس اوي انا في حالي وفي نفسي ومؤمن ان انا مش اخد اكتر منصيب وانا بميلش للدنيا يعني بيش مسك فيها اوي ما تجيرش معا الوم منعيش حلال بأولادي وقصرتي وابا ماشي محبوء يعني ما عنديش طموح ان انا اقاتل من اجل ان انا لا هي جات ليه الدليل ان انا المنتخب اعليت اسكوب وعماليا مش ورحت ماشي احكيلي اه احكيلي عالفترة دي يا كابتر عبي انا كلفت بهذا المنتخب الى 89 واشتغلت ولفت المحافظات وعملت دور المناطم وكل وحتى سفرت في فبتولاد سفرت في تركيا لابت ماتشين وسفرت في قطر فبتولا مع اليابان وبولندا والمانيا وكنت عارف ان كاس العالم عندنا في مصر فاخدت بقص اللاعبة على الماتشات القوية عشان تقدر تصنع لاعب دولي على اعلى مستوى يعني اخدتش على اسمي مدارس المتنوعة كنت باخد جرب واجرب زاد الماتشات المحلية كابتر الكريم وبدأت بالدرجة التانية لحد ما جابوا مداربة جنابي موجود لقيته با يغير وبا يعني اللاعبة انا الكل في الكل بقى واللعيبة دول اولادي وبيسألوني واملوني لقيته بصورة وحشة هو تصرفاته مش محترمة ما ينفحش معايا في منتهى الهدوء حدثت كده في يوم الايام وانا عاديم في فندق انهو بيعمل عماية مش مزبوطة معايا ما تنفحش ان انا اتقبلها عشان مرد توايا زي ايه كابتر روين لقى تصرفاته وانا احب الشخصية واحب الاحترام وعمري ما طلبت حد محمل يعني انا اتزالت روحت طنطم ما طلبتش حتى من نادية عاوزني نادية تحت امره فانا عاوز اقول لقيت انهو كابتر التصرفات مش مش مزبوطة طبعا يعني ديني مثال كده زي ايه ما هو يعني مثلا يعني راح ععد مع مسؤولي للتحاد وقالهم انا مش عاوز ربيع سي قالوا له ليه قالهم اصب بينام في المحاضرة قلت تابعول النهاردة بينام في المحاضرة بكرة ممكن يتهمني تهمة ليه يعني طبعا زيلت في نفسي وزيلت اكتر ان المسؤولين في التحاد الكرة سمحول انه انتا جبت مدربة جناب يا كابتن كريم كلفك الشير فلاني ومواصرناش كاس عالم به خرجنا من كاس الامن النهاردة انت بتلاتة تعريفة بفضل الله تعالى ففي ظروف بلد بتسعد كاس عالم وتحقق بطولة بتلاتة تعريف صح ملايين توفرت صح وبالمتاح اشتغلت ده الوطن بن الوطن وده الفني العالي الاجانة دول يجي تعلموا مننا المدرب الوطني اللي حقق المعجزات في تلات بطولات الكابتن حسن الشحاد اين يمدرب و اين يمبلغ النهاردة يا حقق ولا اعظم مدرب عجناب في العالم لان الوطني ما عنده في مدربين كتير ماشاء الله يا كابتن كريم فلايته يعني بتهمني مين كان ساعت عضاء مجلس دارة اتحاد مجلس كابتن سامير زاهر بناش فيه عفل وشو كابتن شبير وكابتن مجدي عبغاني وكابتن ايمان نيو ثم دول سمالقاء كابتن ربيع ليه ما اتكلمتش معهم وقلتولهم يعني الراجل بيتبلع علي الراجل بيقول كلام مش صح ويفرد مثلا يعني افرد مثلا كريم اننا ده كانوا ترى دوبرا المكتب يقول انت بتكلم على واحد شهاي للمنتخب واحد سماته طيبة واحد بخلص للوطن واحد موفر الملايين انت ازاي تتكلم عليها اذا الرجل الراجل ده موجود وموجود معك في الجهاز ويكمل ما حصلتش كده مشيت خلاص ما حصلتش كده الكلام ده وانسحبت في هدوء رحت اتحاد الكرة ولا تمسكت ولا قلت له خليش شغل براحتك مصلحة الوطن انا بشكركم جدا جدا سلام ده بس اللي حصل مني ولا صرحت ولا طلحت ولا قلت لا اقعوا انا شوف انا بعديها باربع سنين باسألك اللي انا مش عارف التفاصيل الحركب تحكي حرك ما اتكلمتش انا بش تكلم اخدنا لك وبعد ايجي في التمرين مثلا ايه مهدينيش حاجة خليني وقف بره مهدينيش علازمة يعني تسلفات تجاهل بقى بيزهقك بيزهقني وانا على ايه كل ده اه ربنا بيستشحد انا حب الاحترام وكل طموح ان نعيش محترم وموت محترم وانا بس على الشيء الرزان تعالى سبحانه وتعالى ده ما بدأ يا كريم فانسحبت لقيتم مكلفوني بالمتخب جديد لسه ابتدي من جديد تاني كنا طبعا بدأنا التصفيات والفرق الحمد لله وتمام التمام وزبطتم وكل اللي انا جبته اشتغل بيه في التصفيات والاعبيب كسعالم والاعبيب اشتغل بيه في التصفيات اشتغل بيه في التصفيات